مدارس الطالب الذكية القرآن حياتنا نحو جيلٍ إسلاميٍ أمثل بسم الله والصلاة على رسول الله أما بعد طلاب الأعزاء أهلاً وسهلاً بكم في درسٍ جديد من دروس اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي درسنا لهذا اليوم بعنوان حذف نون المثنى وطبعاً كما نعرف أن المثنى هو ما يدل على اثنين أو اثنتين ولكن قبل أن نبدأ بما معنى حذف النون يجب أن نتعرف على المثنى وكيف يكون أتأمل وأقرأ الأمثلة الآتية لننظر نجح الطالبان انظروا إلى هذه الكلمة الطالبان هي تدل على اثنين أليس كذلك؟ والطالبان مذكر أم مؤنت؟ مذكر أحسنتم أما لو قلنا الطالبتان انظروا الطالبتان تدرسان الطالبتان هي أيضاً تدل على اثنتين ولكن هي للمؤنث فنلاحظ أن المثنى هو ما يدل على اثنين أو اثنتين يعني للمذكر وللمؤنث أي اثنان يدلان على المذكر أو المؤنث نسميهما مثنى ولكن كيف نعرب المثنى وما هي علامات اعرابه في الرفع والنصب والجر؟ لنرى جاء الفلاحان انظروا إلى هذا المثال الفلاحان هنا لماذا قلنا الفلاحان؟ لم نقل الفلاحين لأن محلها من الإعراب هو من جاء الفلاحان إذن هو فاعل والفاعل في اللغة العربية مرفوة لذلك كتبناها بالألف لأن علامة رفع المثنى هي الألف إذن يرفع المثنى بالألف وأيضا مثال آخر رأيت الفلاحين انظروا إلى كلمة الفلاحين أيضا كتبناها بياء ونون وهذه الياء مفتوح ما قبلها لماذا؟ لأن محلها هنا بالإعراب مفعول به منصوب والمثنى ينصب بالياء لذلك كتبناها الفلاحين فعلامة نصب المثنى الياء أيضا مثال آخر مررت بالفلاحين انظروا ألباء هنا حرف جر لذلك يأتي بعدها اسم مجرور وكتبت الفلاحين بالياء مفتوح ما قبلها ونون أيضا لأن علامة جر المثنى هي الياء إذن أصبح لدينا أن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء الآن انظروا ماذا نستنتج من هذه الأمثلة تعريف المثنى هو اسم يدل على اثنين أو اثنتين إما للمذكر وإما للمؤنث وعلامة رفعه الألف وعلامة نصبه وجره الياء مفتوح ما قبلها والنون عوض عن التنوين بالاسم المفرد والآن أيضا لنتأمل الأمثلة الآتية لو قلنا انظروا الآن سنبدأ بصلب الدرس لو قلنا وصل العاملان انظروا هنا العاملان هل حذفت النون منها؟ كلا وهي تدل على المثنى لماذا لم تحذف النون؟ لم تحذف النون يا أصدقائي لأنها لم تضاف بذلك كلمة العاملان مثنى غير مضاف فلم تحذف منه النون أما إذا أضفنا كلمة العاملان تحذف النون من آخرها فمثال وصل عاملاء الشركة انظروا كلمة عاملاء هنا هي مثنى ولكن الأصل هي عاملان لماذا حذفت منها النون؟ لأنها أضيفت إلى كلمة الشركة والشركة هنا تعرب مضاف إليه لذلك نقول أن كلمة عاملاء حذفت منها النون للإضافة والإضافة هنا إلى اسم ظاهر هذه الشركة ولو قلنا عاملان الشركة لأصبح اللفظ ثقيلا على اللسان لذلك من جمالية لغتنا العربية أن نحذف نون المثنى عند الإضافة أيضا تكون الإضافة إلى ضمير عندما أقول وصل عاملاهم انظروا إلى الكلمة عاملا أيضا حذفت منها النون لأنها أضيفت إلى ضمير متصل فمعنى الإضافة هي أن يضاف المثنى إلى اسم بعده يسمى المضاف إليه طبعا ويعرض أيضا مضاف إليه ملاحظة تكون الإضافة إلى اسم ظاهر أو إلى ضمير متصل إذن بكل اختصار أن المثنى تحذف منه النون عند الإضافة إما إلى اسم ظاهر وإما إلى ضمير متصل دعونا الآن لنرى ماذا نستنتج تحذف نون المثنى عند الإضافة أي عند إضافة المثنى إلى اسم ظاهر أو إلى ضمير متصل نحذف النون من آخره ونقول حذفة النون للإضافة ملاحظة تكون الإضافة إلى اسم ظاهر أو إلى ضمير متصل أي ضمير في أي اسم يكون مضاف إليه كما قلنا مدرستنا بيتنا بيتهم بيتي كتابي كل هذه مضافة إلى ضمير المتصل وهذا الضمير يكون إعرابه مضافا إليه والآن دعونا لأيضا نمكن درسنا من خلال أمثلة معربة للمقارنة بين المثنى المضاف والمثنى غير المضاف انظروا حمل خالد الكتابين كلمة الكتابين هنا ماذا حمل خالد الكتابين إذن ماذا تعرب جواب ماذا ماذا يعرب مفعولا به والمفعول به دائما منصوب وانظروا الكتابين كتبناها بالياء والنون لأنها مثنى وهي منصوبة والمثنى ينصب به الياء لذلك نقول في إعرابها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى ولكن لماذا لم نحذف النون يا أذكياء هنا لم نحذف النون لأن المثنى غير مضاف أيضا مثال آخر حمل خالد كتابين اللغة العربية انظروا كلمة كتابين لماذا لم نقل كتابين هل يستقيم المعنى انظروا لو قلنا حمل خالد كتابين اللغة العربية أليست ثقيلة على اللسان أليست غير مستقيمة في اللفظ ولغتنا هي أجمل لغة وأسلس لغة بين اللغات في العالم لذلك ماذا نقول هنا حذفت النون للإضافة لأنها أضيفت كلمة كتابين إلى اللغة واللغة تعرب مضاف إلى مجرور بالكسرة وكتابين هنا نفس الإعراب هذا ولكن نقول زيادة على ذلك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى وحذفت النون للإضافة لماذا؟ لأنها أضيفت إلى اسم ظاهر وهي اللغة انظروا الإعراب الآن الكتابين كما قلنا وأيضا كتابي أيضا كما قلنا حذفت النون للإضافة واللغة أيضا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الضحفة والآن ننتقل إلى بعض التدريبات لنعزز ما تعلمناه في هذا الدرس لدينا فقرة ويجب أن نستخرج منها كلمات الملونة وكيف كانت صورتها قبل الحذر وما هو الحرف المحذوف وما هو الإسم الذي بعد المثنى انظروا إلى المثال الأول جانبا هنا جانبا أصلها جانبان حذفت منها النون لماذا؟ للإضافة لأن هنا تقادفها جانبا الطريق انظروا لو قلنا تقادفها جانبان الطريق ركيك وثقيل على اللسان لذلك حذفناها لأنها مضافة أيضا لنرى الكلمة الثانية الملونة معزتا فرت من أمام معزتا الجيران معزتا مثنى أصلها معزتان ماذا حذف منها؟ النون لماذا؟ لأننا أضفناها إلى كلمة الجيران أحسنتم أيضا الكلمة الثانية الملونة هي قطتين لماذا؟ ما أصلها قطتين؟ ما الحرف المحذوف منها؟ أيضا النون ولكن لماذا حذفناها؟ لأنها أضيفت إلى كلمة البيت وهو المضاف إليه أيضا الكلمة الملونة عجلتا الدراجة عجلتا أصلها عجلتان الحرف المحذوف منها النون السبب لأنها أضيفت إلى كلمة الدراجة وتعرب مضاف إليه أيضا التقى طرفاء المقوة طرفاء تدل على المثنة أصلها طرفان حذف منها النون والاسم الذي جاء بعدها ويعرب مضاف إليه هو المقوة لذلك حذفت منها النون أيضا أفكر ثم أجيب أصحح الكلمات التي تحتها خط فيما يلي غادرت سفينتان الشحن مبكرا ووصل قاربان الصيد يحملان السمك الوفير انظروا من اللفظ تقيل على اللسان غادرت سفينتان الشحن أليس صحيحا أن نقول غادرت سفينتان الشحن انظروا إلى السلاسة والبساطة لماذا نحذف النون لأن هنا المثنى سفينتان أضيفت إلى كلمة الشحن وهذه تقرب مضاف إليه لذلك القاعدة تقول حذف نون المثنى عند الإضافة أيضا هنا قاربان الصيد قاربان مثنى ويجب أن نحذف النون هنا لماذا لأن أضيفت إلى كلمة الصيد وهي مضاف إليه فانظروا كيف تصبح الكلمة الأولى سفينتاء الشحن اللفظ الآن استقام أيضا قارباء الصيد أيضا هنا قارباء هي اللفظ الصحية تعالوا أيضا لبعض التدريبات نعزز أفكر ثم أجيب أحول الجملتين الآتيتين من المفرد إلى المثنى وأغير ما يلزم الجملة الأولى إن الطالبة مجتهدة في المدرسة انظروا نحن سنحول هذه الكلمة الطالبة ومجتهدة ولكن قبل تحويلها إلى المثنى يجب أن ننتبه إلى علامة إعرابها ومحلها من الإعراب وأيضا كلمة مجتهدة كذلك الأمر هنا الطالبة منصوبة ومجتهدة مرفوعة انظروا ماذا أصبحت إن الطالبتين مجتهدتان في المدرسة لماذا قلنا الطالبتين لم نقل الطالبتان لأن الطالبة هنا منصوبة والمثنى ينصب بالياء ولماذا قلنا مجتهدتان لم نقل مجتهدتين لأن مجتهدة هنا مرفوعة ويرفع المثنى بالألف أيضا فلاح القرية نشيط انظروا هذه يوجد فيها أمر بسيط يجب أن ننتبه إليه كلمة فلاح إذا أردنا أن نثنيها يجب أن ننتبه إلى الإضافة لأن القرية هنا مضاف إليه فلاح القرية نشيط الآن سنرى ما هي الأمر الذي نأخذ بعين الاعتبار انظروا أصبحت فلاحاء القرية نشيطان لماذا قلنا فلاحاء ولم نقل فلاحان لأن النون هنا محذوفة بسبب أن الكلمة المثنة فلاحاء أضيفت إلى القرية ولماذا قلنا نشيطان ولم نقل نشيطان لماذا لم نحذف النون لأن كلمة نشيطان مثنة ولكنها لم تضاف غير مضافة إذن لا نحذف نون المثنة إلا عند الإضافة إما إلى اسم ضاير وإما إلى ضمير متصل والآن وصلنا إلى الواجب المنزلي وهو عبارة عن سؤال إكمال فراغات بالمثنة المناسب وهذه هي الكلمات التي سنملأها في الفراغات إلى هنا نأتي إلى ختام درسنا أو استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا